ماتكلم بشكل كتير في هذا الامر وانا بتكلم على الطاقة وزير البترول الجديد الحقيقة يعني النهاردة وزير البترول الكريم بدوي المهنس كريم بدوي بتحرك تحرك كان النهاردة مهم جدا وطلع على مركب جديدة من مراكب التنقيب التابعة لبريتش بتروليا وفي عرض البحر اهو قدام حضراتكم ادي وزير البترول مع المجموعة دي مركب تابعة لشركة بريتش بتروليا وفي عرض البحر الابيض المتوسط في منطقة غرب دلتا النيل في البحر الاحمر وبدأت الشركة البريطانية ان هي اهو قدام حضراتكم هتحفر وتنقب على غاز متوقع في هذه المنطقة والمنطقة دي اسمها حقل ريفين احفظوا الاسم ده كويس وده بشرة ان شاء الله يا رب ان شاء الله من غير ما نقاطع حقل ريفين ده غرب ريفين اربعة وي ريفين خمسة وجاري هنا في هذا المكان حفر باستثمارات للشركة 200 مليون دولار اعتقد انه 200 مليون ادم مكعب ان شاء الله غاز وتمن تلاف برميل مكتفات يوميا خلال الربع التالت من العام الحالي 24 وطبعا يعني الكلام عن هذا البئر او هذا الحقل طبعا هم خمس حقول في ريفين 25 بئر اهو قادة طيارة اللي بتقل وزير البترول وقادة الحقل وهم دلوقتي في عرض البحر لما نشوف الصورة من بعيد يعني اعتقد انه بداية موفقة وبداية طيبة وزير البترول الجديد بيحضر بنفسه ويتفقد اعمال انتاج الغاز من حقول غرب الدلتة النيل بالبحر الابيض المتوسط وزي ما قلت لحضراتكم علاقتنا بشركة بريتش بتروليام او بي بي علاقة قديمة من 60 سنة زي ما قال الوزير والسفينة اللي قدام حضراتكم اللي عليها الوزير دي سفينة اسمها فالاريس دي اس 12 وان شاء الله يعني حجم اعمالها هيزود عندنا من الاحتياطي المنتج عندنا حوالي 300 مليون ادم مكعب يوميا واعتقد كمان انه هذه المركب تقدر توصل ل 12 الف ادم مكعب وطبعا بتشتغل فيه عمق من 7500 ادم ل 12 الف ادم في الظروف الصعبة عايز اقول انه حقل ريفين بيرتبط بعرض اخر من المشروعات مشروع الربط مع مجمع غزات السحراء الغربية والصرح النفط العملاق اللي بيخدم احتياجات السوق المحلية مجمعات بيتروكمويات المشتقات غاز طبيعي الاخره وبيانات حديثة نشرت اشرت ان حقل ريفين الذي يضم خمسة حقول تحتوى على 25 بئر يربط فوق احتياطيات عملاقة وما قد يسم في حل ازمة الكهرباء اللي ضربت البلاد خلال الفترة الماضية بحسب بيانات عن الحقول فان انتاج حقل الغاز العملاق يبلغ نحو 600 مليون ادم مكعب قياسي في اليوم بتستمر مساعد دولة لتطور الانتاج وزيادته يبلغ نحو 900 مليون ادم مكعب في اليوم الواحد ودي الجولة اللي عملها كريم بدوي وزير البترول الجديد وانا حقيقة سعيد بهذا المشهد وسعيد بهذا المنظر وسعيد بانه يكون البداية فعلا لانه احنا هدفنا الاساسي ان احنا نصل الى اكتشافات تؤدي الى حل حالة الازمات الموجودة وزي ما قلت احنا النهاردة كنت في رسالة للدكتور مصطفى مدول بقوله الوزراء المفروض يشتغلوا مش جاري قفزات احنا لا يمكن مش ينفع معنا المشي بسرعة او المساعدة لا قفزات هي الشيء الوحيد اللي ممكن يعني يصل بنا الى ما نريد طبعا فيه ترجمة نانسي قنقر